السلام كيفكم صباح الخير فيديو مخصص الذي يستخدم الكورتزون بدون أي سبب أسباب لا تحتاج الكورتزون مثل الذي يستخدم الكورتزون في موضوع السمن وهم يعرفون أنه ينفخه وما يسمين الفيديو عن أضرار استخدام الكورتزون الأشهر الأضرار والأعراض الجانبية التي تسببها الكورتزون طبعا لإستخدام فترة تزيد عن 20 يوم الأعراض كبداية احتباس السوائل ولملاح بالدسم مما يؤدي للتورمات بالأقدام بالأيدين بالوجه بالرأبة ضيق التنفس يعمل أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكر إذا طول باستخدامه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض هشاشة العظام إذا طول باستخدامه أحد الأسباب الرئيسية تخرنه عند الأطفال إذا كان فترة طويلة باستخدامه أحد الأسباب الرئيسية نقص البوتاسيوم بالجسم وبالتالي تعرف أن نقص البوتاسيوم بالجسم تبدو أن تظهر المشاكل القلبية مثل عدم انتظام ضربات القرب أو التسرع أيضا لدينا مشكلة أخيرة سبب رئيسي نقص المناعة بالجسم سبب رئيسي بالإصابة بمرض قرحة المعدة على استخدام الفترة الطويلة سبب رئيسي بالاعتلالات البصرية على استخدام الفترة طويلة لتزيغ العين ويزيغ البصر هذه أشهر الأعراض الجانبية التي يمكن استخدام الكورتزون لفترة طويلة ويوجد هذه الأعراض الجانبية لديهم ضرورة لإستخدام الكورتزون لا يوجد سبب ملحة لإستخدام الكورتزون أو لا يستخدمه بعض الناس مجبرة تستخدم الكورتزون مثل مرضى الربو من نسب قليل جدا ضمن بخاخاتهم الربو هذا لا يوجد المجبرين ولكن يستخدم الكورتزون بدون أي سبب أو يطاولوا باستخدامه مثل يأخذ الكورتزون الحبوب بجرعات عالية لن يزيد الوزن مثل الناس التي تستخدم الكورتزون بدون أي سبب الكورتزون الفوعد كثير ولكن شرحتكم حاليا بدل الفيديو القصير أشهر أعراض الجانبية التي سببها الكورتزون والسلام